من الطبيعي أن يتدهور الاقتصاد وتهبط قيمة العملة في أي بلد يعاني من حرب تدور بداخله ولعل الحرب التي بدأتها ميليشيا الحوثي بانقلابها على الحكومة الشرعية في اليمن أبرز أسباب تدهور الاقتصاد في البلاد هذه الحرب تسببت في تضرر وتدمير البنى التحتية خاصة في قطاع الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنقل وتعرض المنازل والمباني الحكومية والطرق والجسور لدمار جزئي أو كلي الأمر الذي أثر بشكل مباشر على الحياة المعيشية للمواطن اليمني هذه الحرب أثرت تأثيرا سلبيا وتدهورت الحياة الاقتصادية والحياة السياسية والحياة الاجتماعية وتم تدمير البنية التحتية لليمن بشكل عام في الوقت نفسه تعطلت كثير من المصالح الإيرادية تعطلت كثير من المؤسسات السيادية التي يعتمد عليها اليمنيون في مواردهم تدهور البنية التحتية للقطاعات الاقتصادية بشكل مباشر أو عن طريق تلك المرتبطة بها مثل النفط والصناعة والزراعة وتوقف الموانئ أمور أدت إلى توقف الإيرادات والرسوم الجمروجية والضريبية ووضع المالية العامة والقطاع الحكومي على حافة الانهيار كثير من المؤسسات الآن توقفت عن أنشطتها ومنها مثلا تصدير النفط والغاز وفي نفس الوقت توقف بعض الموانئ اليمنية كما هو ميناء المخى، ميناء الحديدة، بعض الموانئ في المحافظات الجنوبية والشرقية تراجع أسعار العملة الوطنية في اليمن مقابل الدولار والعملات الأجنبية وتهاوي إرادات البلاد من النقد الأجنبي زاد من معاناة المواطنين مع استمرار ترد أوضاعهم المأساوية تراجع أسعار العملات المحلية، يعني أسعار العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية يعني لم يرافقوا تراجع أسعار السلح والخدمات بسبب الإنفلات التي حصلت في السوق النقدية اليمنيون عبروا عن رفضهم للسياسات التي أدت لانهيار العملة في البلاد في الوقت الذي قلل المراقبون الاقتصاديون من قدرة المساعدات الممنوحة لليمن على إيقاف انهيار العملة والتي قالوا إنها لا تكفي سوى لشهرين فقط